كازيميرو كمان بيودع ريال مدريد بالدموع طبعا كازيميرو المنطقل حديثا من الملك ريال مدريد لعب خط وسط طبعا البرازيلي كازيميرو خلال فعليات المؤتمر كان بكى يعني بعد قضاءه تسع سنين في الريال طبعا حضراتكم شايفين بكاء كازيميرو في المؤتمر الصحفي وقبل انتقاله إلى المان يونايتد طبعا من أجل ودع ريال مدريد حضراتكم عارفين بعد رحيل رحيله لمنشستر يونايتد يعني فيه مسيرة كبيرة جدا جدا قام بيها كازيميرو مع النادي الملكي ونهاية الأسبوع طبعا اللي فات كان انتقاله رسميا لصفوف المان يونايتد مقابل 70 مليون يورو طبعا محصول راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو سنويا طبعا كازيميرو انها طبعا الكشف الطبي من نجاح في المان يونايتد مبارح وفي بداية المؤتمر يمكن الصحفي الخاص بوداعه في حضور عدد من جماهير جماهير ريال مدريد انخرط كثيرا في البكاء ووجه كل محاسمة لجماهير الملكي قال فيها انه سيعود يوما ما ما لا شك إلى ريال مدريد كازيميرو لعيب كبير جدا في الريال زي ما بقول لحضراتكو قعد تسع سنين حصل بطولات كثيرة جدا والقاب كثيرة جدا طبعا أبرزها خمس ألقاب تاريخية في بطولة دوري أبطال أوروبا موسيقى